حياكم الله قصة لاجئ سوري من لبنان أخ فاضل سلم علي بيقاعة الفندق قال اسمعتك تحكي عربي أنا فلان لفلان محمد فلان أهلا وسهلا حياك الله كيف عرفت عن هذه المدينة المدينة هذه كثير منك المدينة ما بعرفها هذه أخذتني من بيتي لبيت أخي الحبيب صديقي 11 ساعة ونص لأوصل له تقول له كيف عرفت طبعا عدة مراحل توقف وترانزيت وما أدراكم تقول له كيف عرفت عن هذه المنطقة أهلها طيبين وفيها 10% وأكثر من 10% مسلمين كيف عرفت عنها قال لا المفوضية جابتني طيب هنا الدرس أنه جلس 8 سنين ينتظر في لبنان المفوضية عن طريق الأمم المتحدة ثم قال لي قال لي في شغل أنا صار لي 10 تيام الله أعلم قال لي 10 تيام أنا صار لي 10 تيام في شغل بهذه البلد قلت له أنت ببلد سميت فورت ميك موني هي فورت ميك موري فورت ميك موري ولكن سميت فورت ميك موني يعني قلعة الأموال قال لي أنت بمكان تبارك الله جالية طيبة من أطيب ما يمكن قلب واحد مسجد واحد مدرسة إسلامية واحدة وما شاء الله تبارك الله العمل فيها متوفر بل بعض الشركات بتسكر لأنها ما بتلاقي شغيلة فأنت بخير ونعم عظيمة مش بس هيك قبل ما نزلت طيارتك وعملت هبوط في كندا وفي هذه المنطقة نزلت رزقتك قبل الطيارة فلا تخاف الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ربنا بقسم سبحانه وتعالى تفضل هاي رقم صديقي عنده خمس شركات تقريبا اذكر اسمي وإن شاء الله بإذن الله رح تزهق عمل أحباب الله سبحان الله هذه قصة مهاجر سوري حبيب مؤدب لطيف من لبنان رزقكم والله مضمون أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم